السلام عليكم يا سوريا أهلا بكم إلى النشرة الاقتصادية بشر فرع المصرف الزراعي التعاوني في سلحة بصرف قيم الأقطان المسوقة من المزارعين إلى محالج المحافظة للموسم الحالي مدير الفرع عبد الكريم اليوسف أشار إلى أن المصرف بدأ بصرف 33 مليون 822 الفليرة سورية للجمعيات الفلاحية التعاونية ومزارعي القطاع الخاص حيث يتم العمل لإنجاز عمليات الصرف وتقديم الخدمات اللازمة بالشكل الأمثل وتخفيف العناء عن الفلاحين منح فرع المصرف الزراعي تعاوني بمصياف قروضا بقيمة 104 ملايين ليرة استفاد منها 1170 مزارع ضمن تمويل الخطة الزراعية الشتوية مدير فرع المصرف المهندس خليل إبراهيم أوضح أن المصرف لا يزال مستمرا بمنح القروض وتمويل الخطة الزراعية الشتوية لافتا إلى أن القروض تشمل بذار وسماد كما أنه يمنح قروضا لمربي دواجا بمعدل مليون ليرة للقرض الواحد ولمدة ستة أشهر ويمكن تجديد القرض لأكثر من مرة بشرط الالتزام بالتسديد زيارة الوفد الاقتصادي روسي مؤخرا إلى سوريا وتوقيع عدة بروتوكولات تعاون خلال اجتماع اللجنة السورية روسية المشتركة يؤكد على عمق العلاقات التعاون بين البلدين إضاءة على تاريخ العلاقات الاقتصادية التجارية السورية الروسية مع سراب الهواء أهلا بكم عبر تاريخي الطويل الذي يعود لعام 1944 شاهدت العلاقات السورية الروسية تطورا مستمرا في كل المجالات السياسية والعسكرية وثقافية ولسيما التعاون الاقتصادي الذي كان له دور بارز أيضا زيارة الوفد الاقتصادي الروسي إلى سوريا يؤكد على ترسيخ علاقات التعاون بين البلدين حيث أثمرت المباحثات الاقتصادية خلال اجتماع اللجنة السورية الروسية المشتركة مؤخرا التوقيع على ثلاثة بروتوكولات للتعاون في المجال الجمهوري وتبادل المعلومات والمساعدة المتبادلة وفقا للنظام الموحد للأفضليات التعريفية للاتحاد الاقتصادي الأوراسي وبالعودة إلى المشاريع الروسية المنفذة في سوريا منذ بدء التعاون التجاري بين البلدين عام 1957 فقد بلغت بمساعدة الاتحاد السوفيتي أكثر من 60 مشروعا أبرزها سد الفرات الذي حصلت سوريا بمجبه على قرد بقيمة 120 مليون روبل عام 1966 مشاريع كبيرة شكلت شاهدا إضافيا على اتساع التعاون بين دماشق وموسكو منها سلسلة المحطات الكهرمائية على نهر الفرات والعقدة المائية مع المحطة الكهرمائية البعثة والمنشأة المائية مع المحطة الكهرمائية تشرينة إضافة إلى المرحلة الأولى للمحطة الكهرحرارية تشرينة وبناء عدد من منشآت الرية كما تم إنشاء شبكة خطوط حديدية ربطت بين مناطق الانتاج الزراعي والموانئ في ترطوس واللاذقية وقامت الحكومة السورية بشراء قاطرات الديزل والعربات الخاصة بنقل المسافرين وعربات الشحن من موسكو قطاع النفط كان له نصيب وافر في التعاون الثنائي بين البلدين واستناد الاتفاقية التعاون الاقتصادي الموقع عام 1972 تعهدت موسكو بتقديم قرد قدره 25 مليون روبل لتمويل مشاريع النفط وتسوية قيمة التجهيزات والمواد وقطع التبديل المشترات من الاتحاد السوفيتي التعاون في مجال النفط والغاز بقي مستمرا ومتواصلا من خلال الاهتمام المتزايد من قبل الشركات والمؤسسات الروسية بهذا المجال حتى تم توقيع العديد من العقود من قبل شركات روسية عدة في عام 2005 كشركات تات نيفتا وسيوز نيفتغاز وسترويترانسغازا سوريا تشكل أحد أهم الشركاء العرب التجاريين لروسيا الشهد حجم التبادل التجاري بين البلدين تناميا مستمرا وواصلت قيمة الصادرات السورية في عام 1989 و1990 إلى أكثر من مليار واربعمائة مليون جنيء سرليني في المقابل ارتفعت الصادرات الروسية إلى سوريا من 95 مليون دولار عام 2000 إلى 138 مليون دولار عام 2002 وفي عام 2011 ارتفعت التجارة بين البلدين إلى مليار وتسعمائة وعشرين مليون دولار بزيادة تصل إلى ثمانية وخمسين بالمئة عن عام 2010 اتفاقيات كثيرة وقعت بين البلدين بهدف تطوير التعاون الاقتصادية منها اتفاقية تجنب الازدواج الضريبية التي وقعت في عام 2000 حيث أتاحت فرصا لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية على صعيد القطاعين العام والخاصة أما بالنسبة للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية السورية التي يعتقد أنها تضم واحدة من أكبر الاحتياطات في البحر الأبيض المتوسط منحتها الحكومة السورية لروسيا من خلال توقيع عقد عمريت عام 2013 بين وزارة النفط السورية وشركة سيوز نفتغاز إستميد الروسية وذلك للتنقيب عن الغاز وتنميته وإنتاجه في المياه الإقليمية السورية وما زال هناك الكثير من الاتفاقيات الموقع والتي عكست صورة متانة العلاقات السنائية السورية الروسية والسعي المستمر لتطوير التعاون الاقتصادي المشترك في جميع المجالات خصصت الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب بمحافظة حماء خمسة حقول إرشادية لزراعة محصول القمح للموسم الزراعي الحالي وفق ألية تضمن تحقيق إنتاج جيد بأقل تكلفة ممكنة مدير الموارد البشرية والإرشاد الزراعي بالهيئة بيّن أنه من المقرر زراعة خمسة دونومات في كل حقل إرشادي بهدف تحقيق إنتاج أعلى من القمح يتراوح بين ستمائة وسبعمائة كيلو جرام من الدونوم الواحد مبينا أن الغاية من زراعة الحقول الإرشادية تطبيق تقنات جديدة في عملية زراعة هذا المحصول الاستراتيجي وضع رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله حجر الأساس لمحطة فلسطين لتوليد الطاقة الكهربائية في مدينة جنين شمال الضفة الغربية بتكلفة تصل إلى ستمائة مليون دولار ومن المتوقع أن تشرع المحطة في إنتاج الكهرباء اعتبارا من عام 2020 لتغطي 40% من احتياجات فلسطين من الطاقة الكهربائية باستخدام الغاز الطبيعي الفلسطيني الذي تم اكتشافه قبالة شواطئ قطاع غزة هدد الاتحاد التونسي العام للشغل بالدعوة إلى إضراب عام في الوظيفة العمومية ما لم تتراجع الحكومة عن خططها لتجميد الزيادة في رواتب القطاع العام المقرر العام القادم الحكومة التونسية اقترحت في وقت سابق تجميد الزيادة في رواتب مئات الألاف من الموظفين في القطاع العام إضافة إلى حزمة إجراءات أخرى تقشفية ضمن ميزانية في عام 2017 بسبب ضغط المقررين الدوليين الذين يطالبون تونس بخفض الإنفاق لتقليص العجز في الموازنة أكد مساعد وزير النفط الإيراني لشؤون التجارية والدولية أن بيلاروسيا أعلنت عن استعدادها شراء النفط الإيراني وأن المفاوضات متواصلة بهذا الخصوص وزير النفط الإيراني أوضح أن مفاوضات تصدير النفط الإيراني متواصلة على خلفية الموقع الجغرافي لبيلاروسيا مشيرا إلى أن سلوفينيا تتطلع للتعاون مع إيران بمجال صناعة المعدات والمنتجات المشتركة وتصديرها لدول الجوار انتقالا مشاهدين إلى أسعار العملات بحسب النشرة الرئيسية للمصرف المركزي الدولار سجل في شركات الصرافة 517 ليرة و42 قرشا أما اليورو سجل 549 ليرة و94 قرشا في أسواق الذهب العالمية أنصت الذهب عالميا سجلت 1213 دولار محليا 18500 ليرة لعيار 21 15857 ليرة لعيار 18 أما في أسواق النفط العالمية خام برينت سجل اليوم 48 دولار و55 سنة للبرميل الخام الأمريكي 47 دولار و56 سنة للبرميل مشاهدين هذا كان كل ما لدينا في الاقتصاد نتفجمي